في حالة من حالات القلق عند جماهير النادي الأهلي بشكل طبيعي خلال المرحلة الحالية وحالة كمان من حالات التركب وانتظار للإعلان عن المدير الفني الإعلان عن الصفقات كل الأمور اللي بتشغل بال الأهلوية في كل مكان القلقانين بشكل طبيعي جدا على فرقتهم وليهم كل الحق أنهم يلقوا بالتحديد بعد الموسم المنقضي اللي الأهلي ما كانش موفق فيه إطلاقا يعني على كل البطولات أو من خلال كل البطولات اللي شارك فيها الفريق بخلاف العوامل اللي أصرت وكلام من ده لكن في كل الأحوال إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية يكون فيه أخبار سعيدة بالنسبة لكل الأهلوية وما نجي كده نتكلم عن شك شك هتلاقي أن الناس كتير جدا بتحاول تكتهد خلال المرحلة الحالية بخصوص اسم المدرب وده أمر معتادي يعني الناس دايما بتكتهد ويا ما سمعنا على مدار فترات الأهلي كان بيجيب فيهم مدربين تلاقي ناس تقول لك أسماء وتتفاجئ تلاقي اسم بعيد تماما تماما عن ما تم تداوله في الإعلام المصري ويكون هو المدير الفني بالنسبة للنادي الأهلي يعني ففيه سرية تامة في القصة دي بالمناسبة يعني فيه سرية تامة في موضوع المدرب محدش لستعارف مين هو المدرب الرجائي لكن فيه إيه نا هنا دلوقتي بتكلم عن حتة المدرب لسه حاجة على ناحية الإلسة فقط لكن فيه أكيد مجهود كبير جدا بيبزل لطبيعي ومنطقي جدا يعني أن أنت لازم بتشتغل ولازم مجهز نفسك بأسماء المدربين بأسماء اللاعبين اللي حتتعاقب معهم كلام من ده واجتماعات مستمرة ومنطقة تالية داخل النادي الأهلي ويمكن أنا حاولت بشكل أو بآخر أنا ساعات لما بقلق شوية كده على النادي يعني بيحب أروح أعطف النادي يعني حاول أتطامن أقرب من صورة بشكل أكبر رحت في الحقيقة يوم الأربع اللي فات وقلت تابع الوضع يعني يعني أحاول أقرب من صورة أطمن يعني الواحد ينقل الصورة برضو الجنهور الأهلي اللي قالت جدا بكل تأكيد يعني الواحد شفت أن فيه اجتماعات بشكل مكسف جدا بحضور طبعا كابتن محمود الخطيب اللي بنعزيه مرة تانية في وفاة شاخكته كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة كابتن طبعا كابتن محسن صالح عضو لجنة التخطيب للقرى مع كابتن كمان زكريا ناصف عضو لجنة التخطيب للقرى وكان في بعض الفترات أثناء الاجتماع ده يعني لو كنت موجود يعني في التوقيت بتاعه يعني كان بيحضر أمير توفيق مدير إدارة التعقودات يعني فمن المنتظر إن شاء الله بإذن الله إن خلال أيام يتم الإعلان عن المدير الفني في شغل كبير في مجهود بيبذل إن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين هتقول لي إحنا كل مرة بنعلن عن اسم مدرب غير اللي بيتم تدول اسمه يعني وكلام من ده دي ميزة عند النادي الأهلي لكن في نفس الوقت بصراحة منتهى الوضوح ومنطقية مش عايزين مفاجأة تكون زي بتاعة سوارش طبعا الراجل هو ميشي وكل حاجة تمام وظلم أوكي كل حاجة لكن في الأول وفي الآخر أنت مهمة جدا أنت تجيب سيفي قوي هل الأهل عايزي بسيفي قوي ده مؤكد ما فيش يعني مساحة لأي مجاسفة بصراحة ما فيش أي مساحة لأي مجاسفة خلال الموسم الجديد ناخل على منافسات صعبة منافسات على مستوى الأفريقي مع التحاد المنستيري هو الأقرب اللي تقريبا هتقابله يعني عنده ماتشاط في الدور التمهيدي في الدور 64 بس هو فرصه أكبر لأنه هو مركز الثاني في الدوري التونسي ومنافس قوي جدا للترجي التونسي الموسم اللي فات فاعتقابله في دور 2 و 3 لازم تكون جاهز ماتشين دول بشكل كبير جدا عندك بداية بوصولة الدوري الدوري صعب طبعا كالعادة بداية عندك كمان ماتش السوبر مع الزمالك في أبو ظبي ماتش صعب جدا الزمالك في أفضل حالاته دي حقيقة فلازم أنت تكون مجهز نفسك بشكل كويس قوي وبشكل سريع جدا هتقول لي ما هالسرعة دي ممكن تجيب نتاج عكسية هي معادلة صعبة هي معادلة صعبة مهمة أو أنت تكون تختار صح وفي نفس الوقت عندك سرعة في اتخاذ القرار الله أعلم بالظروف بالعوامل بالمفاوضات لأن يا جماعة الموضوع مستهل برضو بصراحة أنت دلوقتي الناس عايز تسمع دلوقتي اسم مدير الفني أنت تجي تسمع اسم بشكل سريع فممكن ما يكونش فيه توفيق كبير أو ممكن ما يكونش فيه اختيار جيد للإسم ده فلازم أنت تكون دارس كويس قوي الاختيار اللي أنت هتختاره للنادي الآن عكس اللي حصل مع موضوع سوريش فمن المؤكد أنه هيكون سيفي كبير من المؤكد إن شاء الله بإذنها يكون مدرب كويس ومن المؤكد بإذن الله واحد أحد أن يتم الاعلان خلال أيام قليلة قادمة عشان يتم الاستعداد من خلال فترة إعداد مهمة للفريق الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي سواء بقى من خلال معسكر خارجي من خلال معسكر الداخلي كل الأمور دي النادي هو اللي يعلم عنها بشكل رسمي فده على صعيد المدير الفني